موسيقى مساء الخير على كل مشاهدينا ومشاهدي قناة الصحة والجمال وامتابعيها في كل مكان أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج أريج والناس طبعا معي في حلقة النهاردة دي في اللي نورني وشرفني النهاردة المستشار القانوني أبو النجا أحمد أهلا بحضرتك يا سيادة المستشار نورتين وشرفتين النهاردة أهلا بك يا دكتور عايز أعرف من حضرتك طبعا المفروض أن حلقة النهاردة هي قضية عايز أعرف من التبع الشخصي يعني يدعي أن هو اسمه محمد الدكوفي عايز أسأل حضرتك ما هو محمد الدكوفي وإيه هي طبيعة عمرو بسم الله الرحمن الرحيم ربنا أفتح بيننا وبينكمنا بالحق وأنت خير الفاتح محمد الدكوفي ده مدرس من سقي الدكوف قرية رفية ناشأ فيها الحج محمد وعكينز البندر مركز صاملوت محافظة المينيا اتجه من الدراسة انتقل إليه إحدى المشاريع فتح محلي كده صغير خردوات وألمنتال ابتدت العلاقات بتاعته تكتر في البلد وتزيد وتوسع في العمل بتاعه ابتد يلم فلوس من الناس على توظيف الأموال ايه الفكرة يعني هو بلم فلوس من الناس ليه مقابل ايه مقابل توظيف يعني أنا النهاردة على سبيل المثال معايا 100 ألف جنيه الميت ألف دي بيدين عليها 28% 2800 واحيانا 27% تمام بدأت من هنا أنا معايا 100 ألف بدل موديها للبنك أخذ 14 أو 12% فكنت بودها له استمر على الوضع ده أكتر من 15 عام طب أنا كشخص انت حضرتك جاي تقولي هاتي 100 ألف إن أنا وزفهم لك أو شغلهم لك بمقابل إن أنا هديك نسبة مثلا تمام أنا حصك فيك إزاي أو إيه اللي خلينا حصك فيك تمام تمام فهما الأهالي اللي دوله الفلوس دي يوسكوا فيه بناءنا على إيه بناءنا على العمال الخيري اللي كانت بتتم من نحو الرأي اللي ده كان بيفعل خير كتير بيساعد الأرامل بيساعد الفقراء بيساعد المساكين بيبتدي ابن الجوامع بيساعد الكنايس ما عندوش طفر قبينة المسلم والمسيحي كله يعني بيروح عنده في لله تمام فمن هنا بدأت الثقة فيه أي حد كان بيديله الفلوس بناء على الثقة من غير ما يمضي لهم على أي أمانة لا لا بيمضي بيمضي على إيصال أمانة يعني اللي بياخد منه فلوس بيمضي له على إيصال أمانة آه بيمضي على إيصال أمانة تمام تمام مبلغ قد إيه جمع من الأهالي 168 مليون 530 168 مليون 530 طب هو موجود دي بات بالمستندات طبعا بالمستندات بكل حاجة يعني كل حاجة موسقة فيه مستندات تثبت طبعا إنه هو جمع من الأهالي أموال آه 168 مليون 530 وهو يقر بذلك برضه يعني هو يعترف لو هو بيستمعنا دلوقت أو أي حد من أهله عارفين المبلغ ده حقيقي مش جاين نفتري عليه أو نقول كلام كده عليه هو خلاص لا هو عارفين كده كويس طب أنت حضرتك معاك ما يصبت إنه هو خد الحاجة دي طبعا طبعا معا المستندات طب ممكن يعني المستندات معاك حاليا آه معايا اللي هي الأحكام إنه النهار ده كمعايا إصال أمانة فرفحته في الجهة المختصة اللي هي الجهة التنفيذية تفعال مركز الشرطة وبعد كده المحكامة خادنا إحنا إيه؟ الأحكام معايا تمام ممكن أعرف الأحكام دي طبعا تمام تمام دي دي أحكام إحنا رفين آه أرقام محاضر يعني أرقام محاضر رفين عليه كجونحة كجونحة طب حل إن انتو خدتوا حكم في الأرقام المحاضر لسه الأحكام دي بتاخد فترة عشان تزبر لها حكم فترة قد إيه؟ العقوم تحتاجها لحد أربح شهور أربح شهور طب هاي وفيه بلاغ مقدم لمباحث الأنوال العامة محافظة المينية مركز سامرود طبعا وفيه نيابة سامرود عندها علم بالموضوع وفيه مركز الشرطة عنده علم بالموضوع لجنة فض المنزعات عندها علم بالموضوع يعني مش كلامه بس كلامه هو محمد الداخوفي ده يعني هو نشأ في سامرود دي ومتربي فيها لا نشأ في قرية وحد غريب مثلا جي من بره مثلا وحد غريب مثلا جي من بره وقعد فترة ولم فلس من الناس ومشي لا يا فندم هو من قرية قرية ريفية مش من سامرود نفسها لا مش من سامرود نفسها تمام قرية ريف بس بجوار سامرود آه يعني تعبد عن سامرود تقريبا 20 كيلو تمام تمام هو مدرس اعدادي وبعد كده أنا جاء المدرس مدرسة السنوية الزراعية طيب هل حضرتك حضرتك في حلقة النهار انت بتتهم الشخص ده بالنصب هو مش نصاب الرئيل ده قلتلك أعمال الخير تسبق الشر اللي جواه طيب هو يعني أعمال الخير اللي جواه تسبق الشر لو كان جواه شر فالخير اللي جواه يتغلب عليه طيب هو جمع الأموال دي من الأهالي وهرب ولا هو موجود مثلا هروب الحج محمد ما نسمههش هروب تمام احنا نسميه ضغوط من الناس هو كان متواجد لحد 27 عشرة 2020 ايه يا فندس؟ كان متواجد لحد 27 عشرة 2020 تمام متواجد وسط الناس تمام اللي خلاه اختفى عن الساحة واختفى عن أعين الناس اختفى لما أنا وانت لنا فلوس عنده أنا حطت مبلغ انت حط مبلغ ابتارت الناس تضغط عليه ما عندوش غير ولد وبتين طيب هو ايه طبيعة عمله أصلا في الأساس؟ يعني هل هو مثلا أول ما هو طول عمره بيشتغل في الاستثمار العقاري أو هو جمع الأموال دي من الناس عشان يعني يشغلهم في ايه بالضبط؟ الاستثمار العقاري زي ما حضرتك قلت لي ولا يشغلهم في ايه؟ هو شغال في كل حاجة أول حاجة قلت لي نشأ نشأ بدكان صغير كده بتاع خيردوات اللي لقى لمنتال تمام؟ وبعد كده ابتدأ الاستثمار العقاري ابتدأ يعمل مشاريع ويكبر ابتدأ يشتري أرض في الصحرة تمام؟ ابتدأ يعني يكبر ويوسع في الحياة بتاعته وكان ماشي منضبط تماما كان ماشي منضبط تماما وبعد فترة من الزمن قلت لي ترقمت عليه احنا جايين هنا عشان نعرف بنقول له يا عمي محمد تعالى طب انت فيه كلمة انت عايز توجهها ليه؟ طب ايه الكلمة انت عاوز اوجهه له جولي يا عمي محمد انت مش نصاب انت رجل محترم انت لو نصاب زي ما النسمع يقول فلان نصب فلان راح فلان جاه انت مش كده ده عمل توكيل لأحد الاشخاص عندنا في صمالوت ومش عاوزين نسكر أسماء عشان بس النص يعني وهقدر أذكرهم معايا ده يعني وعمل توكيل ان هو توكيل قدرة للبيع يمتلك البيع انا لو هنصب النهاردة هدي توكيل ان انت تبيع الحياة بتاعتي ممتلكاتي لا طبعا ما ناخد ممتلكاتي باجا وامشي ده مش نصاب احنا عاوزين نبس من منبر القناة عندكم صح والجمال بنقول له يا عمي محمد تعالى ويقعد وسط الناس وهنسندك الجهة التنفيذية تسندك اللي هي الحكومة انها بها تجف معاك الاهالة تجف والمحاضر اللي حضرتك في محاضر حضرتك اللي احنا ذكرناها طب انت انا شايفا كذا ركب محضر في الورقة 1400 شخص 1400 شخص كل شخص بفارده 1400 مشاكوش كلهم اللي شكوين 900 يعني المحاضر اللي مع حضرتك دي كل شخص بفارده كل شخص بفارده عامل محضر فيه اه عامل محضر يعني الأرقام اللي مع حضرتك دي رقب محضر كل شخص هو واخد منه فلوس تمام يا فندم احنا عملوله ليه كذا عملوله علشان خطر لايهربش بره مصر تمام يعني كان عنده أراضي طبعا في الصحرة الناس استولت عليها كان عنده عماير الناس استولت عليها كان عنده شجج الناس استولت عليها كان عنده مخازن السرجة فإحنا عملنا المحاضرة دي والناس عملت المحاضرة عشان مش عاوزينه الأمور تتراقم عليه مش عاوزينه الأمور تتراقم عليه طب محمد الدكوفي ده هو عمل وطبيعة عمل وعمل ولا تنظيم ولا لا هو عمل فاردي وليس تنظيمي فاردي وليس تنظيم آه عمل فاردي وليس تنظيمي لأنه هو نشأ وقتلك من أسرة فقيرة متوسطة تمام وابتدأ يبني نفسه بنفسه وعمل مشاريعه وزبط عمله وزبط دنيته وبيجي مية مية بيجي عمل اسمه اسمه في السوق بيجي له كيان بيجي له كيان وسط الجمهور لا هو مش عمل تنظيم هو عمل فردي طب عايز اعرف من حضرتك ايه هي تعريف قضية النص قضية تعريف النص انا قلت لحضرتك وذكرتها في البدايات ده دي عاوزة حلقة كاملة لان عشان نحكي فيها بالقوانين احنا احكيلي باختصار بحيث ان انت يعني نعرف المشاهدين قضية النصب او تعريف قضية النصب وعواقب قضية النصب العواقب بتعيتها اقول لسيادتك انا النهاردة طب ممكن عايز اعرف تعريفها بس سريعا باختصار انا قلتلك جاب للحلقة انت سألتيني السؤال وقلتلك دي عاوزة حلقة كاملة تمام عشان احكي التعريف بتاعها ملاش تعريف مبسط يعني لا 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 عشان احكيها قلتلي وقلت لسيادتك انا فور الحلقة عشان احكي في الجزئية دي عاوزة حلقة كاملة عشان لما اقول للجمهور حاجة ابان عارف بقول ايه ما يجيش واحد يدني ويقول انت بتقول كلامه بس لكن لما اقوله المادة كذا بتقول كذا كذا يبقى خلاص يبقى كده انا مش صح هلوقت معينا عادي تمام يا فانو مفضالي يعني عايزة بس اختصار بصير يا دي السؤال ده محجوب تمام طيب عاوزة وقضية النصر تمام يا فانو عاقوبها الحافسة طبعا انا النهاردة كرجل كمستثمر وخدت فلوس من الجمهور تمام وخدت فلوس من هنا ومن هنا والناس شكتنا اخو اروح فين؟ السجن طبعا مالهاش طريقة غير كده تمام طيب يعني انت من وجهة ناظر حضرتك تمام يا بيت ان الشخص ده هو شخص وسيط ولا هو شخص منفذ بعين ومنفذ يعني مثلا حد قاله روح انقل القرية دي او اجمع الفلوس دي من الناس تمام يعني حد اللي محركه ولا هو اللي يواخد القرار هو اللي يعني هو اللي شغال بدماغه هو بس هو مش وسيط لحد تمام تمام يعني انت من وجهة ناظرك هو ايه هو وسيط ولا هو منفذ مثلا تبع شخص تاني ولا ايه ولا شخص تاني اللي مكلفه انه هو يعمل المهمة دي ويلم ويجمع الفلوس من الناس فاهمني برضا لا هو بص بقولت لسيادتك الناس هي اللي رحت له مش هو اللي راح لهم انا النهاردة لما بمعاملة الف معامل يون جنيه ومش عارف اشغله يعني بالأهالي هم اللي عرضوا عليه طبعا هم اللي عرضوا عليه هم اللي راحوا له قالوا له خد فلوس شغالهنه طبعا ده ما كانش بيقبل الفلوس غير لم يعرف انت مين طبعا طبعا ما كانش بيقبل الفلوس غير لم يعرف انت مين طبعا هستغذر حضرتك نطلع فاصل ونرجع تاني وارجعنا لكم تاني بعد الفاصل مع عظيفي اللي نورني وشرفني النهاردة المستشار القانوني ابو الناجة احمد عايزة اعرف من حضرتك هل تتوقع عودة الدقوفي؟ ان شاء الله عودة الدقوفي هتيجي بمحبة الناس وارضة الناس والناس تهدى شوية تهدى شوية وان شاء الله احنا كلمنا لجنة فضل المنزعات وفي اختباط بيننا وبين النهابة ان شاء الله رب العالمين وهنعمل جاعدة قريبة وبالناشد عم محمد من المنبر بتاع القناة صحة والجمال تمام؟ انت بقول عم محمد تعالى وسندنا تعالى وسندنا قول لنا الفلوس دي راحت فين؟ قول لنا الفلوس دي راحت فين؟ انت عم محمد راجل محترم راجل محترم ما شفناش منك حاجة وحشة ما شفناش منه غير كل خير يا عم محمد الفلوس انت عرفها بتاع القرملة بتاع المسكينة بتاع الراجل الفقير بتاع كل الجهات اللي هي المعدومة فيا عم محمد احنا بنجدك من هذا المكان بنقول لك ارجع ارجع ويقعد وسط الناس ارجع يا عم محمد ويقعد وسط الناس ويقول لنا الفلوس دي راحت فين؟ فضال يا فهم حضرتك انا من وجهة نظري هو ممكن طالما هو راجل محترم وانا من كلام حضرتك انه هو راجل محترم وانه هو يعني من اعماله الخيرية انه هو يعني مش نصاب ولا حاجة طبعا تمام فانا دلوقتي ممكن يكون هو مثلا حصل له ظروف شخصية كشخص يعني ممكن يكون هو يعني اي حاجة حصلت له بما انك بتقول اعماله كلها خيرية واعماله كلها كويسة وانه هو راجل محترم انت يعني من وجهة نظرك مش ممكن يكون حصلت له مثلا اي ظروف او هو كشخص اتنصب عليه مثلا او كده من وجهة نظرك دي احنا متوقعينها وانت لو تلاحظ لما يقول له ارجع وتعالى ويقول لنا الفلوس ده راحت فين احنا يعني عاوزين نعرف هل انت تنصب عليك قول لنا يعني الفكرة كلها ان انت عايزوا يقعد ويفهمكوا في ايه يفهمنا انت حد نصب عليك فهمنا انت فهمنا حد لو نصب عليك تعال اقود وسطينا انا اتنصب عليك طيب انت متنصبش عليك الفلوس امرت فين احنا عارفنا كان بدأ راجل خيري راجل خيري راجل مش راجل شر ولا راجل يعني لا لا هو هو 시작 هو شاء مش راجل نصاب لا مش نصاب وعلى مسئوليته وعلى هوه ومش الى مسئولية القناة مش نصاب بدا لكن راجل ده في طريق حاجة اكده اعنا اعرفه فاحنا بنجده من هنا بنقول له تعالى يرى اللي ده مش نصاه تمام يعني هو طب إيه الأعمال الخيرية اللي قام بيها في البلد اللي أعمال الخيرية اللي جام بيها في البلد بيعمل زي ما قلت لحضرتك بيعمل حضنات ماشاء الله طبعا بيعمل مدارس القرآن ماشاء الله الكنيسة لو محتاجة حاجة بيودي المطرنية عندنا في صماروط للمستشفى رائع الصارح ماشاء الله هو اللي عملها لا لا مش عملها بيودي تبرعات تبرعات ماشاء الله متخص الشهر رمضان يعني الثلاثين يوم نعم الوجبات بتاع الفطار والسحور بيعملها طبعا في الشتاء جميع ملتزمات النازل الفجرة بيعملها العيد الأطحى بيضاحب كتير فالرائل ده خيري الرائل ده خيري طب حضرتك ما حاولتش تتواصل معا بأي وسيلة كنت بتواصل معا الفترة الأولى أنا وبعض من اللجنة كنا سبع فراد وبعد كده انقطعت بين الصبر يعني ما حاول ما عادش فيه اي وسيلة تواصل لا مفيش اي وسيلة اتصال تربطنا بيه انقطعت السبل طبعا واحنا جينا عند حضرتكو النهاردة عشان صوتنا يوصلوا وبنقول له ارجع ارجع عشان خطر فيه ناس تعبانة جدا فهو أنا من وجهة ناظري طالما هو راجل محترم وراجل خيري وراجل بيقوم بأعمال خيرية من زمان يعني بيعمل حاجات انت حضرتك بتقولي بيعني عامل أعمال خيرية كتير طبعا طول شهر رمضان بيطلع وجبات فطار يعني هو اكيد فيه حاجة يعني اكيد مثلا هو اتنصب عليه اكيد حصل له حاجة اصل هو يعني مش معقولا هو ياخد في روس الناس ويمشي كده يعني والله يا استاذة يا ريج احنا برضو بنقرر الكلام تاني يعني محبش تقرار الكلام احنا برضو بنقرر عاوزين نعرف هل اتنصب عليك تعالى في جهات مختصة عندنا مركز الشرطة ضباط وناس فوق الفوق عندنا النيابة عندنا ناس محترمة جدا ومتعطفة مع الجمهور متعطفة مع الشعب متعطفة مع الدنيا كلها لو جاه محدش يعمله حاجة هو خايف على الولد والبنتين اللي عنده لا طبعا هو يمكن كده لا هو مش محدش هيعمله حاجة بانت على كلامك انت عايزه يقعد عايزه يجي ويقعد وسطينا اه يعني عايزين تتفهمه وتحلوا الموضوع بالتفاهم وبالاحترام والأدب وبالتراضي وبالتراضي يوجد وسطينا كده يعني بالتراضي ونتفهم مع بعضنا حد نصب عليك انت ليك فلوس سنة ليك فلوس سنة هتعرض على اللجنة هتعرض على ضباط المباحث عندنا تمام والفلوس دي هترجع حتى لو لو الناس هتاخد نفطارد على سبيل المثال نص مبلغ لها خمسين في المية ماشير احسن المبلغ كله يتعدم يعني شكرا يا فندم وان شاء الله هو يكون سمع صوت حضرتك النهاردة ونوارتني وشرفتني في حلقة النهاردة طبعا بقدم كل شكري وتقديري للمستشار القانوني الاستاذ احمد ابو النجا بقدم كل شكري وتقديري لقناة الصحة والجمال وكل المقيمين على قناة الصحة والجمال وبقدم كل شكري وتقديري للسيدة المشاهدين انتظروني في حلقة جديدة من برنامج قريج والناس اشوفكم على خير اشتركوا في القناة